بعد أن كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة الحديث عن الاتجاهات اليوم بإذن الله نتحدث عن القيم وتحديدا نتحدث أولا عن قيم الشخص وهي تنقسم إلى فئتين قيم قليلة التأثير على سلوك الفرد وقيم لها تأثير عظيم على سلوك الفرد وعموما القيم تؤثر على سلوكيات الأفراد ولكن البيئة يمكن أن تحد من هذا التأثير ونقول أن القيم تستخدم دائما في المقارنة أو المفاضلة بين المعايير المختلفة بعد هذا التقديم للقيم دعونا أن نتعرف على مفهوم القيم القيم وفقا لبوسنر ومونسون عرفوا القيم بأنها تعني تصديق الفرد بما هو صح وما هو خطأ ما هو مقبول وما هو غير مقبول ما هو عادل وما هو غير عادل ما هو مرقوب فيه وما هو غير مرقوب فيه إذن القيم تعني تصديق الفرد هي التي توجه مفاهيم الفرد حول الأشياء هل هذا الشيء صحيح ولا خطأ هل هذا الشيء مقبول ولا غير مقبول هل هذا الشيء عادل ولا غير عادل هل هذا الشيء مرقوب فيه أم غير مرقوب فيه هذا التعريف الأول للقيم هناك تعريف ثاني لروكيتش يعرف القيم بأنها تمثل المعيار الذي يوجه ويحكم تصرفات واتجاهات الأفراد نحو الأشياء والمواضع والمواغف والأجدوليجيات إلى غير ذلك وهذا التعريف لا يخرج عن سابقه ويتفق معه كثيرا لذلك دمجنا التعريفين في تعريف شامل وهو التعريف الذي يعرف القيم بأنها المعيار ذلك المعيار الذي يحكم تصرفات واتجاهات الأفراد نحو مواضع معينة نحو مواغف معينة نحو معتقدات معينة نحو أحكام معينة ويمكن أن نخصص كذلك التعريف الأول لبونسون ومونسون بأن القيم هي تصديق الفرد بما هو صح وما هو خطأ وما هو مقبول أو غير مقبول وعادل وغير عادل مرقوفي وغير مرقوفي وكذلك يستخدم فيه كمعيار في مقارنة الفرد بالآخرين ومحاولة التأثير بالآخرين وفقا للمعايير سابقة الزكر شكوركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته